مشاهدينا نبقى في ذات الجنوب مع بعض انفصال الجنوب أصبح جنوب السودان وحدة النيل الأبيض كقول يعني بلدنا حلوة نرسم فيها صورة الشروق الزاهية الصباحية من كوسي ونعزمكم صبت بالمرة يعني في فطورنا الليلة في صباح الشروق ومشاهدينا نتابع إلى جانب هذا النيل الممتد شمالا وجنوبا حباه الله بمناخ مزدوج جمع ما بين السابنة الغنية وشبه الصحراوي هذه العوامل الطبيعية أكسبتها خصوبة وثراء في إنتاجها من الثروة السمكية فهذه المجموعة من الصيادين لا تجد عناءا كثيرا في صيد البلطي والقراغير والكاس والبياضة والعجل وغيرها من أنواع الأسماك الشهية التي يسخر بها هذا النيل وجعلت منه سوقا رائجا للتجار من مدينة قلي شمالا وحتى جود جنوبا فهنا في مدينة كوستي وفي هذا المكان تحديدا الذي يطلقون عليه إثم المشرع أو مشرع أبو زيد أو مخاضة أبو زيد نسبة لمياه النيل التي تغمر المكان في أيام الخريف ولأبي زيد أحد الصيادين الأوائل في هذه المنطقة حسب ما يردد أهل المدينة في هذا المكان يجمع الصيادون ما تحصلوا عليه من رحلة صيدهم التي لا تتجاوز الساعات لينثروا ما جمعوا أمام التجار الذين يقومون بتحديد الكميات والأصناف المطلوبة للشراء وعملية البيع والشراء إما أن تتم هنا في المشرع أو في هذه الجزارة التغليدية المعروفة بجزر السماء بحسب الخدمة الطويلة في مجال الصيد والبيع والشراء يسهل على السماك التعرف على نوع السمكة وذلك من خلال حجمها أو طولها أو عن طريق شكل الفم وامتدادات الزعانف فهذه السمكة ذات الحجم الكبير يسمونها العجل وهذه ذات الفم المشقوق يطلقون عليها خشم البنات وذلك بجامع الصقر في كل فريق بحث من كلية التقانى بجامعة النيلين التقيناهم في هذه الجزارة التغليدية يقومون بدراسة الشكل الظاهري للأنواع المختلفة للأسماك خاصة سمكة الكأس التي تحمل اللون الفضي والزوائد الحمراء والتي يكثر استخدامها في إنتاج ما يعرف بالفسيخ السوداني حدثونا عن خصوصية البحيرة النيلية التي تحتضل المخزون الطبيعي لمدينة كوستي من الأسماك أما هنا في هذه القلايات تفوح الروائح الشهية التي طالما اجتذبت الكثيرين إلى هذا المكان المعروف برواكيب السمك في مدينة كوستي نار موقدة وأقداح مليئة بالزيت تغازل أسماك البلطي بعد نظافتها على أيض الصبية العابلين في المكان وإضافة التوابل اللازمة ليصبح الصبر عصيا على جمهور الزبائن المحتشدين في المكان بجانب ما تقدم الرواكيب من أصناف شهية من الأسماك أهل كوستي جعلوا منها ساحة للتلاقي وظلا ضليلا يستريحون لديه من وعثاء العمل وصخب المدينة وذهب البعض إلى أبعد من ذلك في شأن السمك بمدينة كوستي والزهو بالأجواء العفوية التي يجدونها هنا بحيث يقدمون الدعوة للأهل وللأصدقاء في ولايات مجاورة لتناول وجبة الإفطار في رواكيب كوستي توسط مدينة كوستي لولاية النيل الأبيض وشبكة الطرق البرية والنهرية والحديدية التي تربطها بمدن الولاية الأخرى وبالولايات المجاورة لها كالخرطوم وسنار وشمال وجنوب كردفان وولايات الجنوب فتح الباب واسعا أمام الولايات الأخرى في الارتباط الدائم برواكيب كوستي وما تقدمه من أصناف شهية من الأسماك اشتركوا في القناة